على طريق شرق رفح غادر السكان المحليون من المدينة على متن سيارات ودراجات نارية وعربات تجرها الحمير محملة بالامتعة في ظل تهديدات العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ووفقا لتقديرات وكالة الأونروا فرح حوالي 150 ألف شخص من رفح بحثا عن مأوى منذ السادس من مايو الجاري معظمهم متجهون إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة ولير البلح في وسط القطاع لكن قالت الوكالة إنه حتى أماكن مثل خان يونس تفتقر إلى الأساسيات اللازمة لتزويد الناس بالغذاء والمأوى والرعاية الطبية بسبب التهديد الإسرائيلي بالعملية العسكرية التي انطلقت منذ أيام هنا بدأت العائلات بنصب خيامها هذه العائلات كغيرها من آلاف العائلات التي تعيش ظروفا صعبة وبدأت بنزوح لأول مرة بل ومصيرا مجهولا هذه العائلات التي تسكن تلك الخيام تفتقر لأدنى مقاومات الحياة الطبيعية كانت عائلة أحمد المكونة من عشرة أفراد والتي فرت من وسط غزة إلى شرق رفح قبل شهرين قامت منزلها المؤقت هنا بخيمة لكن الآن تم تعبئة ما يسمى بالمنزل في أكوام من المراتب وأكياس الملابس وطاولات وكراس قليلة ومقال متبقية والتي كان أحمد يحملها على شاحنته شيئا فشيئا قرر أحمد جلب عائلته إلى ما يسمى بمنطقة المواصي الآمنة لكنه لم يكن لديه أي فكرة أما إذا كانوا سينجحون في التوصل أو يجدون منزلا مؤقتا هناك زي ما كانوا نازحين نزحوا على الجنوب تكرر إيش اللي تعين الجنوب هاي بدي نزحوا على مراضق الوسط بهدل وعزال ويعني عيش لا تطاق ومن أجل السير على طريق النزوح يتعين على سكان غزة أولا أن يواجهوا تكاليف نقل مرتفعة ليس من السهل العثور على شاحنة يمكنها استيعاب جميع المتعلقات والعائلات في ظل نقص الوقود وانقطاع الطرق والاستئجار شاحنته الحالية اضطر أحمد إلى إنفاق معظم دخله المتبقي أما بالنسبة لكيفية البقاء على قيد الحياة في المستقبل وقال أحمد إن حياتهم مهددة وهو لا يعرف ما ينتظرهم الأكل والشرب الموضطحين الموجود معه بكفينا فترة سبعين ثلاثة بعد تسكين معبر الله على أم كيف سيتيب الحصول عينها على المساعدات على المواد الغدائية حتى مياه الشرب المنطقة الأغلب النزوين عليها ما بيش علاهم مياه صالحة للشرب ولا مياه مالحاكمة طل العالم ينظروا إلينا ويحلوا مشاكلنا وينظروا إلينا بنظرة الرأفة وإحنا منطالب الدول العربية والأجنبية أنه يوقفوا معنا لوقف الحرب يبناش تقديم مساعدات بس يقفوا له حرب ترجمة نانسي قنقر